اشتركوا في القناة التي يصحر على إنجازها أساسية بالكلية وستلي هذه الحصة الأولى وستليها فيما بعد حصة أخرى وبخص هذه المحاضرة فهي تندرج في إطار المجتمع أو في إطار المؤسسات الاجتماعية وهي موجهة كما هو معروف إلى طلبة الفصل الثاني طبعاً تكلمة عن المجتمع موضوع هذه المحاضرة سيكون هو المؤسسات الاجتماعية من التعريف المعجامي إلى التعريف السوسيولوجي وتتليها فيما بعد محاضرة أخرى من بينها محاضرة حول المؤسسات الاجتماعية وأسئلة السوسيولوجية ما هي الأسئلة السوسيولوجية التي تطرح بخصوص المؤسسات الاجتماعية أول شيء أؤكد عليه دائما بالنسبة للطلبة هو دائما يجب العودة إلى التعاريف المعجمية لأي مفهوم في علم الشمال لأنه مفيد جدا وفي الحصص الأثناء السير العادي للدراسة كان هناك مجموعة من كان هناك حديث حول التعريف المعجم وتطلقت إلى التعريف المعجمية في اللغة العربية مع الليساء العرب في الفرنسية وأيضا في الإنجليزية وتبين لنا من خلال تلك المحاضرات على أنه يجب على الأقل تأكد على ثلاث أشياء أساسية أول شيء هو أن هناك تعدد في تعريف المؤسسة وليس هناك تعريف واحد متفق عليه من ناحية اللغوية أتحدثه لغويا فالمؤسسة فهي تحيل على مجموعة من تعريف بمثلها بين أنها بناء وأنها أصل وأنها قوائد وأنها تحيل على العادات والتقاليد وعلى استمرارية في الزمن وما إلى ذلك ولكن عموما أن المعاجم بغض نظر على لغتها هي عربية وفرنسية وإنجليزية فكل هذه المعاجم فهي تؤكد على تعدد تعريف المؤسسة الشيء الثاني هو أن هناك نقطة التقاء في تعريف المؤسسة بين المعاجم بمعنى رغم أن هناك معاجم بلغة العربية وفرنسية وإنجليزية فالمعروف أنه رغم أنها التعدد اللغوي فهو لا يعني أنه هناك اختلاف في تعريف المؤسسة وإنما العكس هو الصحيح فهناك كثير من نقطة تشابه والالتقاء في تعريف المؤسسة بغض نظر على لغة المعاجم الشيء الآخر الذي هو أساسي هو أن التعريف اللغوي للمؤسسة يجد له امتداد في المجتمع بما أنه ليس هناك قطيع في تعريف المؤسسة بين المعاجم وبين السوسيولوجيا بالنسبة للمؤسسة السؤال الذي يطرح دائما هو ما المؤسسة هنا ننتقل من تعريف المعاجم للمؤسسة إلى التعريف السوسيولوجي الحال من المعروف أن المؤسسات الاجتماعية بشكل عام أنه لا غنى عنها بالنسبة لأي مجتمع فأهميتها تكمن أنه لا مجتمع بدون مؤسسة كما أنه لا مؤسسة بدون مجتمع فالمجتمع فهو يتشكل في نهاية المطاف من المؤسسات لكن هذه المؤسسات في نهاية المطاف أنها تقوم أو وظيفتها هي تدبير شؤون المجتمع بشكل من الأشكال ثم أن أهمية المؤسسة تكمن في أنها لا يمكن تخيل المجتمع بدون المؤسسة من جهة ومن جهة تانية أنها تعتبر عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي بذلك أن المؤسسة تكمن أهميةها في أنها تعتبر جزء أساسي من الواقع الاجتماعي بالإضافة إلى كل ذلك فأنه لفهم السلوك الإنساني السلوك الإنساني يتطلب أن نأخذ المؤسسات بعالي الاعتبار أعتبر أن الكثير من السلوكات التي نقوم بها في حياتنا اليومية لا يمكن فهمها دون الأخذ بعالي الاعتبار المؤسسات الاجتماعية وطبع الحل أهميتها هذه هي التي جعلتها تعتبر موضوع أساسي في علم الاجتماعي ولذلك فمن بين تعريف المعروفة للمؤسسة في علم الاجتماع هناك تعريف دركيم الذي يعتبر أن علم الاجتماع هو علم يدرس المؤسسات الاجتماعية وهو يبحث في أمرين أساسيين هم طارقها ونشأتها وفي وظائفها لكن البحث في طرق المؤسسة لا يعني بالضرورة أنه نعود إلى الماضي من أجل العودة إلى الماضي لا إنما نعود إلى الماضي المؤسسة لنفهم كيف نشأت المؤسسة ونعرف التطورات التي عرفتها وصولا إلى المرحلة أو الفترة التي نعيش فيها وبطبيعة الحال وظائف المؤسسة هذه المحاضرة سأتطرق لها لاحقا أهمية المؤسسة تطرح أو قبل هذا أو تفضي هذا أهمية المؤسسة إلى طرح السؤال ما المؤسسة الاجتماعية؟ هل هناك تعريف معين للمؤسسة الاجتماعية؟ هو تعريف متفق عليه للمؤسسة الاجتماعية؟ يبدو في العلوم الاجتماعية عموما أن فهم المؤسسة فهو يعتبر من بين المفاهيم الأقدم والأكثر استعمالا فمعين ذلك أن هذا المفهوم وهو مفهوم مؤسسة الاجتماعية هو ليس مفهوما عاديا إنما هو مفهوم أساسي ومركزي في العلوم الاجتماعية كما أنه له أقدمية تاريخية بأنه لم يستخدم فقط من قبل علماء الاجتماعي المعاصرين إنما هو يمتد إلى فترة أقدم من ذلك من جهة ثم أنه يستعمل بكثرة من قبل علماء الاجتماعي منذ ذلك أنه هذا المفهوم فهو يستعمل بكثرة ونجده في الكثير من الكتابات السوسيولوجية بمختلف مياه دينيا بطبع الحل بما أنه الأقدم في الفئة الأقدمية هناك بعض الباحثين على الأقل يرجعون هذا المفهوم إلى أو يجدون الجذور له لدى أفلاطون ثم الفلاسفة الذين أتوا من بعد أفلاطون فلاسفة العقل الاجتماعي وما إلى ذلك ولكن على العموم هنا يجب أن نميز بين الأمرين الأساسيين هو التفكير الفلسفي في المؤسسات الاجتماعية ثم التفكير الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية لأنه في النهاية هناك اختلاف في تعريف المؤسسات الاجتماعية أو في التفكير في المؤسسات الاجتماعية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية بما فيها بطبيع الحل العلم الاجتماعي بالنسبة لتفكير الفلسفي في المؤسسات الاجتماعية يمكن أن نميزه بأن له ثلاث ميزات أساسية الميزة الأولى هو أن التفكير الفلسفي في المؤسسات الاجتماعية كان تفكيرا تأمليا كان التفكير يعتمد على التأمل ثم أنه كان يعتمد أو له طابع سياسي عموما وهذا بطبيع الحال نتكلم عنه في الجمهوريس أفلاطون وما إلى ذلك فنجد أنه كان التفكير في المؤسسات الاجتماعية يعتمد له طابع سياسي ثم أنه في العادة أن التفكير في المؤسسات بشكل عام والمؤسسات الاجتماعية بشكل خاص كان يهتم أو يتمحور حول ما هو ممكن ولسا ما هو كائن وبطبيع الحال فهنا ممكن نتكلم عنه الدولة أو المدينة الفاضلة بالنسبة للأفلاطون وغيره من الفلاسفة بالنسبة للتفكير الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية فبطبيع الحال هو يختلفه عن الفلسفة فالتفكير في المؤسسات الاجتماعية من ناحية الإجتماع خصوصا والعلم الاجتماعية بشكل عام يتسب أولا بأنه له طابع علمي وليس طابع تأملي فطابع تأملي هو بسألة خاصة بالفلسفة في حين أنه التفكير في المؤسسات الاجتماعية من جانب العلم الاجتماعية بمثاعل الاجتماع فهو تفكير ينطلق من أن المؤسسة واقعي اجتماعي أو هي على الأقل كما سبق أن قلت هي جزء من واقعي اجتماعي وبالتالي فهي يمكن أو يجب أن تدرس من من دور كائم على الأقل باعتبارها شيء إن شوز ثم أنه في التفكير الاجتماعي أيضا في المؤسسات الاجتماعية فهو مع ظهور علم الاجتماعية في قام 19 فكان هناك الانتقال من الاهتمام بالمؤسسات التي لها طابع سياسي إلى الاهتمام بالمؤسسات التي لها طابع اجتماعي وبطبيعة الحال هنا يمكن أن نشير إلى الدين مثلا الدين فدور كائم معروف دراساته حول الأشكال الأولى لحياة دينية فكان هناك عودة إلى مسألة الدينية وكان طبيعة حال أنه عودة إلى الدين في أشكاله الأولية ليس الهدف منه هو هدف طاريخي إنما كان الغرض منه هو الكشف عن كيف كان المجتمع القديم هناك تماسك اجتماعي والدين هي العودة والأساسين في تحقيق هذا التماسك الاجتماعي في حين أنه في المجتمع الحديث الذي عاش فيه دراسة كائم فكان هناك هذا الدين بدأ يفقد سلطته وبدأ يفقد قدرته على تحقيق التماسك الاجتماعي ثم أيضا اهتم علماء الاجتماع أيضا مسألة تربية أيضا نجدها عند دراسة كائم ومؤسسات أخرى الطبقة الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الشغل أيضا المقاولة يصح القول فكل هذه المؤسسات هي مؤسسات اشتغل عليها علماء الاجتماع ونظروا إليها واعتبروها شيئا واقعيا وليست شيئا مجردا أو ما إلى ذلك أو شيئا ينبغي أن نتأمل فيه كما كان الأمر في السابق مع الفلسفة ثم أنه شيء الثالث الذي يخص التفكير للاجتماعي في المؤسسات الشغل هو أنه كان يبحث فيما هو كائن وليس فيما يجب أن يكون وبالتالي فكان الاهتمام منصب على واقع المؤسسات الشغل كما هي حاصلة وكما هي واقع كشيء واقعي ومحاولة البحث في المشاكل التي تخلقها هذه المؤسسات أو التي تنبع في هذه المؤسسات وتؤثر بشكل من الأشكال على السعر العادي للمؤسسات الاجتماعية في القرن التاسع عشر صار هذا المفهوم وهو مفهوم المؤسسات الاجتماعية مفهوما أساسيا لوصف وتفسير الخصائص الأساسية للنظام الاجتماعي وبالتالي فانسان هذا المفهوم المؤسسات الاجتماعية فهو ما ندرك أنه تطور من الفلسفة إلى علم الشيماع حتى داخل علم الشيماع والعلم الشيماعي بشكل عام فهو عرف تطور وتغير في مدلولاته وهذا التطور للمفهوم واكتسابه لدلالات جديدة مع موضوع الوقت في نهاية المطاف يطرح سؤال يبقى هذا السؤال ما المؤسسة الاجتماعية رغم ذلك فكل ما قيل في نهاية المطاف هو محاولة البحث عن كيف يقارب علماء الشيماع مسألة المؤسسة الاجتماعية ولا يجيب ما قلناه في السابق عن سؤال ما المؤسسة الاجتماعية في طبيع الحال في العادة أنه عندما نبحث عن تعريف فنحن نتوقع أن يكون هناك تعريف متفق عليه لكن في الواقع فليس هناك تعريف متفق عليه بين علماء اجتماع في تعريف المؤسسة فهذا التعريف في نهاية المطاف يبقى هدفا وهذا الهدف هو هدف طموح بل إنه أكثر طموحا من أن يتم تحقيقه في الواقع معنى ذلك أنه تعريف المؤسسة الاجتماعية هناك مجموعة من تعريف وسأتطلق لبعض تعريف لاحقا لكن رغم ذلك كل هذه التعريف فهي يتبين أنها تعريف متعددة هناك نقط تلتقي في هذه التعريف هناك نقط تختلف فيها ولكن عموما هذه التعريف نهاية المطاف فهي ليس هناك اتفاق حولها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إن المؤسسة الاجتماعية هي شيء معين لكن هناك تعريف متعددة في نهاية المطاف وليس هناك اتفاق وهذا ما يؤكد عليه الكثير من الباحثين الذين اشتغلوا على موضوع المؤسسات الاجتماعية من بين التعريف التي تطرح بخصوص المؤسسات الاجتماعية هناك تعريف مونتسكيو مونتسكيو في طبيع الحال مفكر الاجتماعي المعروف فسيعتبر أن المؤسسة وهو في نهاية مطاف للتعريف ديال مونتسكيو هو التعريف المتعرف عليه بخصوص التعريف الكلاسيكي للمؤسسات الاجتماعية وهذا التعريف يعتبه لمؤسسة الاجتماعية هي مجموعة من القواعد التي تحكم الناس مجموعة من القواعد التي تحكم الناس بطبيع الحال مونتسكيو كيتكلم من l'ensemble des règles qui governent l'homme وبطبيع الحال أن هذه القواعد التي تحكم الناس في مونتسكيو في العادة فهو يميز بين أمرين في هذه القواعد هناك العادات لميرس وهناك القوانين للوا وبطبيع الحال أن القوانين ليست هي العادات فالعادات بالنسبة للمونتسكيو تمييز بين الأمرين فهو يعتبر أن العادات تنظم سلوك الإنسان في حين أن القوانين فهي تنظم سلوك المواطن بإضافة إلى تعريف مونتسكيو أيضا نجد تعريف مدرسة شيكاغو مع طوماس وزنانيكي فهو يعتبر أن المؤسسة بشكل من الأشكال هي نظام من قواعد سلوك التي تنظم الحياة الاجتماعية وهذا نظام من القواعد فهو الذي يجعل أفعالنا التي نقوم بها بشكل يومي أنها تتصف بأنها ذات قيمة من جهة فالأفعال التي يقوم بالإنسان هي أفعال في نية المطاف لها قيمة وأنها مرغوب فيها اجتماعيا وأنها مقبولة اجتماعيا فنحن نقوم بها بالإضافة إلى ذلك فهناك تعريف آخر وهو تركوت بارسونز فمعروف تركوت بارسونز فهو يعتبر أن المؤسسات هي إن صح القول المرجعيات التي تتحكم في السلوك الإنساني وعلى ضوء هذه المرجعيات يمكن تحديد السلوك المتوقع من شخص ما في وضعية معينة بمعنى أنه السلوك الإنساني فنحن نستطيع أن نتوقعه قبل القيام به لماذا؟ لأننا في كل وضعية نكون فيها فنحن من المفترض أن نقوم بسلوك معين وأن حتى بمعنى ذلك أنه كل أفعالنا كل سلوكاتنا فهي تكون بشكل من الأشكال متوقعة بشكل قبلي قبل القيام ذلك بما نكمل أن الأمر يتعلق بسيناريوهات جاهزة ونحن فقط نقوم بتنفيذ ما يطلب مننا وطبع الحل أنه المثال الذي يمكن عرضه في هذا الصدد هو المريض والطبيب بالنسبة للكوت بارسونس فالمريض فهو نتوقع منه في وضعية الإنسان في وضعية المرض فنحن نتوقع منه أن يخدع للطبيب فالخضوع للطبيب فهو شيء نتوقعه من المريض مثلما أن الطبيب أيضا فهو نتوقع منه أن يعمل وأن يبدل كل ما في وسعه من أجل علاج المريض وطبع الحال أنه ساب أن عندما يقوم المريض بضوره الاجتماعي ويقوم الطبيب بضوره الاجتماعي معنى ذلك أن ذلك المريض فهو في نية المطاف سيشفى وفيما بعد أنه سيعود للقيام بأدواره الاجتماعية سواء كأب أو كعامل أو الأدوار الاجتماعية كلها لأنه عندما يمرض الإنسان فيقع خالل في المؤسسات ديسفونكسيونمون دي المجتمع وأنه هذا المريض عندما يقوم بدوره أو ما يقوم بدوره والطبيب يقوم بدوره معنى ذلك أن ذلك المريض فهو يعود إلى العمال يعود إلى أسرته فهو يشتغل وشغله هذا في نية المطاف فهو يجعل المؤسسة تستمر في أداء عملها نفس التعريف كلها ما يبدو أنه مشترك بينها هو أنها تعتبر المؤسسة هي عبارة عن قواعد وأن هذه القواعد هي قواعد منظمة وأنها تجعل السلوك هنا متوقعا وأنه في نهاية المطاف أن ذلك السلوك الذي نقوم به بما أنه متوقع مننا القيام به فنحن عندما نقوم به فهو يكون مرغوب ويتم تقييمه بشكل إيجابي داخل المجتمع والوسط الذي نعيش فيه بعد هذا الموضوع تعريف المؤسسات الاجتماعية أنتقل إلى موضوع أساسي له علاقة به بطبيع الحال هو المؤسسات الاجتماعية وعلاقتها أو أسئلة السوسيولوجيا هنا أتحدث ما هي الأسئلة أو بعض الأسئلة التي يمكننا من خلالها الأسئلة المتعلقة بالسوس الجمالي ما هي الأسئلة التي نستطيع أن نطرحها بخصوص المؤسسات الاجتماعية بطبع الحال هي الأسئلة تخص علم الاجتماعي من بين هذه الأسئلة التي تطرح هناك في نهاية المطاف هناك مجموعة من الأسئلة وليس هناك سؤال واحد إنما مجموعة من الأسئلة وبطبع الحال إجابة على هذه الأسئلة في نهاية المطاف يوضح بشكل من الأشكال المؤسسة وطريقة اشتغالها من بين هذه الأسئلة التي تطرح هناك سؤال ما المؤسسة الاجتماعية بطبع الحال هو سؤال سبق بشكل من الأشكال تطرقنا له وقلنا في النهاية أنه هو سؤال ليس له جواب متفق عليه بين الباحثين إنما هناك اجتهادات وأن هذا الاجتهاد فهو في نهاية المطافية تطور وأن هناك بعض الباحثين الذين يطلبون بضرورة إعادة تعريف المؤسسة الاجتماعية وابتلي أن المؤسسة الاجتماعية الآن ليست المؤسسة الاجتماعية بشكل الأشكال في السابق وابتلي أنه حتى تكمفهم فهو يجب إعادة تعريفه من جديد حتى يتلاءم مع طبيعة المؤسسات ومع تطور الذي تعرفه المؤسسات في المجتمع المعاصر من الأسئلة التي تطرح هناك ما المؤسسة الاجتماعية؟ ما هي وظائف المؤسسة الاجتماعية؟ بالحال إن المؤسسات الاجتماعية وجدت لتؤدي وظائف معينة. ليس هناك مؤسسات اجتماعية لا تؤدي وظائف. فمؤسسة بدون وظائفها غير موجودة. ومسؤسة موجودة لتؤدي وظائف. وعندما لا تؤدي وظائفة معينة تتوقف عن الوجود في هذا المؤسسات الاجتماعية الآخرين من게 مثل ويمكنها أن تموت في نية المطاف إذا تبين أنها لم تعود لها أهمية داخل المجتمع وبين أمثلا على ذلك هو مؤسسة القبيلة في العالم العربي فلم تعود لها وجود كما كان في الصابق لأنها أصبحت فقط على المستوى التقافي ممكن نتكلم على وجود القبيلة لكن على المستوى الواقعي فهذه القبيلة فقدت أهميتها ولم تعود موجودة لأن في نية المطاف أصبح هناك دولة الوطنية الآن أصبحت هي النظام السياسي القائم ولم يعد هناك نظام قبالي ولم تعد هناك حاجة إلى نظام قبالي لذلك فهذه المؤسسة فهي فقدت وظائفها في نية المطاف ليس وظائفة واحدة إنما كانت لها مجموعة من الوظائف وأنها فقدت وظائفها تباعا وفي نية المطاف أنها لم تعود لها وجود كما كان الأمر في القرون السابق بالأسئلة أيضا التي تطرح بخصوص المؤسسات الاجتماعية هو كيف ظهرت المؤسسات الاجتماعية فإنما أن المؤسسات الاجتماعية ظهرت فكيف ظهرت ما أصلها وطبع الحال هنا الأمر يتعلق من عندما نبحث في تاريخ المؤسسة الاجتماعية كما سبق لي أن قلت هو أننا نبحث في تاريخها من أجل معرفة حاضرها لأنها في نية المطاف فالمؤسسة تتطور ولأنها تتطور فهي مع ذلك أنها كانت هناك في البداية بسيطة إن صح القول كانت مؤسسة الاجتماعية بسيطة لكنها مع مرور الوقت فهي تتطورت وتطورها في نية المطاف أنه يجعلنا نفكر في ما هو ماضي هذه المؤسسات وطبع الحال هناك الكثير من الكتب التي تحدثت عن أصل المؤسسات الاجتماعية وطبع الحال الكتاب الذي يتفادر والذي هنا الآن هو معروف كتاب إنجلز أصل الأسرة والملكة الخاصة والدولة بترينينا محاولة تاريخ لظهور الأسرة والدولة والملكة الخاصة في المجتمع الإنساني في هذه الإطارات السؤال كيف ظهرت المؤسسات الاجتماعية فهو سؤال أيضا فيرتابط بأسئلة ترتابط به هو كيف نشأت المؤسسات الاجتماعية وكيف تتغير وما الذي يعطيها شرعية ثم ما هي حدودها بمعنى ذلك أن هناك مجموعة من الأسئلة التي يمكن لعلماء الاجتماع طرحها بخصوص المؤسسات الاجتماعية ويمكنهم الاشتغال أو محاولة إجابة عن بعضها على الأقل لكن هناك على الأقل سؤالين أساسيين هناك مجموعة من الأسئلة التي تتضح بخصوص المؤسسات الاجتماعية لكن هناك سؤالين أساسيين يمكن تركيز عليهما السؤال الأول هو كيف تؤتي المؤسسات الاجتماعية في الأفراد أو بعبارة أخرى ما مصدر تؤتي المؤسسات الاجتماعية في الأفراد بطبيعة الحال أن المؤسسات الاجتماعية فهي وجدت ووجودها فهو تؤثر على الأفراد بشكل من الأشكال وبالتالي أنها كيف تؤثر؟ ما الذي يجعلها تمتلك السلطة تمارس من خلالها تؤثرها على الأفراد؟ بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأجوة بعد هذا السؤال ومن بينها هو أن المؤسسات تؤثر في الأفراد لسبب أنها سابقة في وجودها على الأفراد فالمؤسسات الاجتماعية في العادة هي أقدم من الأفراد وهي تستمر بعدهم فيوجدت قبلهم وتستمر بعدهم فعندما يولد الإنسان في نهاية المطاف عندما يولد الإنسان فهو يولد في مؤسسات الأسرة يتعلم اللغة داخل الأسرة واللغة بطبيعة الحال هي مؤسسة الاجتماعية ثم أنه يتعلم داخل المدرسة هناك وسائل الإعلام هناك أحزاب هناك نقابات تريف حتى عندما يموت فأحيانا يموت داخل المؤسسات استشفائية تريف معنى ذلك أن المؤسسات الاجتماعية هي التي توجد قبل الإنسان قبل وجود الإنسان وأنها تستمر بعد وجود الإنسان لأنها تستمر بأنه قد يموت الإنسان لكن المؤسسة تستمر المؤسسة الأسرة مثلا هي مؤسسة وجدت قبل الإنسان قبلي أنا كشخص فأنا عندما ولدت داخل الأسرة وأنني تعلمت اللغة داخل الأسرة ثم تعلمت في مدرسة وما إلى ذلك وفي النهاية أن المؤسسة تستمر بعدها المؤسسة الأسرة فهي تستمر حتى بعد أن يموت الإنسان أن المؤسسة الاجتماعية هي سابقة على وجود الأفراد وبما أنها سابقة فهي التي تحدد في نهاية المطاف وجودهم وهي التي يعيشون وفق قواعد التي تضعها تلك المؤسسات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا نلتزم بتلك القواعد التي تضعها المؤسسات وإلا فإننا سنتعرض للعقاب وهذا أمر سأتصدق له فيما بعد ثم أنها هذه المؤسسات الاجتماعية فهي تقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية فوجود مؤسسة الاجتماعية الهدف منها هو أنها تنظم الحياة الاجتماعية وعندما أتحدث عن الحياة الاجتماعية هنا فأتحدث عن تنظيم العلاقة بين الفرض والجميع التي يعيش فيها فعندما أتحدث عن مؤسسة الاجتماعية فهي تقوم بوظيفة تنشئ الاجتماعية وهدف من تنشئ الاجتماعية في نهاية المطاف هو جعل الفرض كائن اجتماعي بمعنى أن تعمل المؤسسة الاجتماعية على دمجه داخل المجتمع وبالتالي فهي تنظم هذه الحياة الاجتماعية وتجعل وجود الفرد داخل هذا المجتمع هو وجود مقبول وما يقوم به من سلوكات وأفعال وما يشعر به وما يقوم به في حياته اليومية فهو في نهاية المطاف هذه الأشياء كلها فهي تكون موجودة سابقا وتفردها المؤسسات بقوتها والأفراد تتلفهما حياتهم الاجتماعية يتم تنظيمها من خلال هذه المؤسسات وفي هذا هنا سأتوقف وسأكمل ما تبقى بخصوص كيف تؤثر المؤسسات الاجتماعية الأفراد في حصة مصورة أخرى إن شاء الله شكرا